موسيقى باتايزكويل بالاسيوس موهبة نادي ريفر بلايت الارجنتيني قاربا للغاية من الانضمام لصفوف الريال مادريد الاسباني خلال الفترة المقبلة وذكرت شبكة تي واي سي سبورتس ناريال مادريد توصل لاتفاق مع ريفر بلايت بشأن الحصول على جهود زكويل بالاسيوس وقال ريناتو كورسي وكل أعمال اللعب في تصريحات نقلة الشبكة الملكي كان مهتما بضم بالاسيوس قبل ثلاث سنوات وبدأ ذلك في بطولة كاس العالم تحت 17 عاما والتي أقيمت في تشيلي خلال عام 2015 وأضاف ما تحدثنا فيها أن ريال مادريد سيضم بالاسيوس مع تركه لمدة ستة أشهر في صفوف الريفر بلايت واتبع كورسي بالاسيوس يحتاج حاليا إلى المشاركة بشكل منتظم حتى يصل إلى ريال مادريد في قمة تألقه كشفت إذاعة كوبيل إسباني أن اللعب البرازلي شاب فينسوس جونيور جنحي فريق ريال مادريد كان لديه اتفاق مسبق مع الغريم الأزلي والتقليدي برشلونة قبل أن ينضم للند الملكي وكان فينسوس قد جاء إلى الميرنجي مطلع هذا الصيف بعدما تعقد اللوسابلانكوس معه في مايو عام 2017 مقابل 45 مليون يورو من فلامينغو البرازلي لكنه لم يكمل إجراءة الصفقة حينها لأنه كان دون السن القانوني وبخسب الإذاعة الإسبانية فإن فينسوس لديه اتفاق مسبق مع برشلونة ولكن عائلة جونيور ووكيله كان لهم دورا في ذهابه للند الملكي وأوضحت الإذاعة أن جونيور لم يكلف الند الملكي 45 مليون يورو فقط بل هناك ثمانية ملايين يورو دفعه من نادي لعائلته ووكيله من أجل إقناعه بالانتقال لريال مدريد يذكر أن جونيور قد شارك في عشر مبارية هذا الموسم بمختلف المسابقات مع النادي الملكي وسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة يلوح في الأفق صراع مرتق بين قطي إسبانيا برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات ليو سانتوس خلال الفترة المقبلة وقالت صحيفة موندو دابورتيفو أن نادي برشلونة يراقب بالفعل لعب نادي كورانثيانز البرازيل من أجل الحصول على خدماته ويدرك نادي برشلونة صعوبة التعاقد مع ليو سانتوس البالغ من العمر تسعة عشر عاما خاصة أن ريال مدريد يراقب اللعب منذ فترة طويلة وذكرت الصحيفة أن النادي الملكي يرسل كشفه باستمرار لمراقبة تطور اللعب البرازيلي مع ناديه كورانثيانز ويعد ليو سانتوس من أفضل المدفعين في دورية البرازيلي ويرى برشلونة أنه سيكون خيارا مثليا في الدفاع بجانب جرارد بيكي وصامويل أمتيتي وكليمونت لينجلت ويملك ليو سانتوس ثمانية عشر مباراة رسمية مع فريقه كما أن عقده مع الفريق يمتد حتى عام الفين وعشرين كشفت صحيفة أسل إسبانية موقف الثنائي ليونيل ميسي نجمي برشلونة والدولي الفرنسي سامويل أمتيتي مدفع الفريق من اللعب أمام فريق ريال بيتيس بالليغة ويستقبل الندى الكتالوني على ملعب الكامنو ضمن لقاءة الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني فريق ريال بيتيس وبحسب الصحيفة فإن ثنائي قد شارك في ميراني برشلونة دون أي مشاكل حيث خضى الحصة التدريبية بأكملها وكان ميسي قد تعرض لإصابة بكسر في الذراع الأيمن خلال موجهة برشلونة وإشبيليا بينما يعاني أمتيتي من إصابة غضروف الركبة وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة ثنائي في المباراة تتوقف على حصولهما على التصريح الطبي قبل أربعة وعشرين ساعة من موجهة بيتيس تدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجمي وقيد برشلونة للوساطة بين زميله البرازيلي في الفريق مالكوم دي أوليفيرا والمدرب إرنستو فالفيردي خاصة أن اللعب لم يشارك مع البارس لفترة طويلة وقالت صحيفة موندو دوبرتيفو الإسبانية أن ميسي تحدث مع فالفيردي وسأله إن كان هناك خطاء ما مع البرازيلي مالكوم وأشارت إلى أن فالفيردي أكد لميسي أنه لا توجد أي مشكلة مع البرازيلي ثم شارك اللعب بعد ذلك أمام مين ترميلا في دوري الأبطال وسجل هدف الفريق الوحيد وسط تعاطف من جميع لعب البارس وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن فالفيردي مدرب برشلونة لم يكن راضيا عن إتمام صفقة البرازيلي مالكوم مما دفعه لعدم الاعتماد عليه في العديد من مبارية الفريق خلال الموسم الحالي تقدمت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بشكوى قانونية ضد نادي باريس سانجرمان الفرنسي عقب تقرير نشره موقع تحقيقة صحيفة على الإنترنت ذكر أن كشفين نادي قاموا على مدار سنوات بتصنيف اللعبين الشبان على أساس أصولهم العرقية وذكر موقع ميديابارت الذي يستند إلى مزاعم وردة في وثائق تعرف باسم تسريبات كرة القدم أن السانجرمان حامل لقب دوري الفرنسي كان يطلب حتى ربيع 2018 من كشف المواهب تسجيل الوصول العرقية للعبين ضمن أربع فئات وهي فرنسي ومن شمال إفريقيا ومن الهند الغربية وإفريقي أسود وتعد هذه مخالفة للقانون الفرنسي الذي يخضر جمع المعلومات الشخصية التي تكشف عن العرقية والوصول العرقية للأفراد وذكرت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في بيان أن مثل هذا النظام يتسم بالعنصرية والتمييز الشديدين وأضافت هذه الممارسات هي غير قانونية وإذا ما ثبتت هذه الاتهامات فإن المسؤولين عنها قد يواجهون عقوبة السجن لخمس سنوات إضافة لغرامة تبلغ ثلاثمائة ألف يورو كشف التقارير الصحفية أن ندي اسي ميلان الإيطالي يدرس إعادة اللعب البرازيلي أليكساندر باتو مهجم فريقة يانجيني جوانجيان الصيني لصفوفه مجددا وسبق لي باتو اللعب مع ندلان باردي في الفترة ما بين عامي 2007 و2013 وبحسب شبكة فوتبول إيطاليا نقلا عن وسيلة إعلام إيطالية فإن باتو يعد خيارا من الخيارات الأساسية للروسونيري في الانتقالات الشتوية المقبلة وأشرت الشبكة إلى أن رفض سويد إزلاتان إبراهيموفاتش مهجم فريق لوسانجيلوس غالكس الأمريكي العودة إلى ميلا مجددا دفعت دارة الندي للتحرك نحو إعادة باتو وأضحت الشبكة إلى أن باتو يملك شرطا جزئيا مع ناديه يبلغ 25 مليون يورو وقد يعيق هذا الرقم عودته إلى السانسيرو مرة أخرى واعترف باتو من قبل أنه يتمنى العودة إلى أوروبا مجددا حيث قال أنه يريد الانتقال لناد لديه مشروع جديد كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن محكمة الاستنافي في باريس رفضت إلغاء الحكم الصادري ضد كارين بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد بشأن فضيحة الابتزاز المتورط فيها مع زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا وتهم بنزيمة بابتزاز زميله السابق في المنتخب الفرنسي بشريط جنسي في عام 2015 ومذو تلك الواقعات ما استبعاده من منتخب الديوك الفرنسي وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مهاجم ريال مدريد سيقوم بنقل قضيته إلى المحكمة العليا بفرنسا من أجل تبرئته وأوضحت الصحيفة أن الحكم في الاستنافي على القضية قد يستغرق عاما أو أكثر قبل أن تصدر المحكمة العليا حكما نهائيا في القضية عزيزي متابع قناة عرب جول كيف سيكون سوق الانتقالات المقبل للريال والبارسا شاركنا برأيك شكرا 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 شكرا